لم تتسع الحياة أمام الحاج مع السعيد ضاقت السبل ولم يستطع أن يكون فوق روكام منزله المدمر خيمة فوق الأنقاض هي ما تأويه وأطفاله العشرة يرفض أية مساعدة من أحد ويرى أن الخيمة هي أفضل ما يملك هي عيجة بغية الاستمرار أمام بقايا منزل كان شقا عمره يقول الحاج جمعة أن جل منازل قريته في السوسة شرق ديرزول هي مدمرة ولا تصلح للسكن ويرى أن حاله أفضل من حال كثيرين حال تصطدم بالمعيشة الضنكة القاسية في ريف ديرزول نحن طبعا مثل بيتنا هذا للسعب ألف وخمس بيت بيت كليات النفس العملية وناس عالم مشردة وبيعالم لحد الآن ما رجعت على بيوت لها جاي ما ببيوتها يسكنون وطبعا هنا نرجو من العالم اللي الله الساتر عليها وعندها أموال كثيرة تحسن علينا وتعبرنا بيوت العالم كثيرة من العالم الله وكلكم ما جت لها جاي على السوسة تجيجون على بيوت يجدد الحاج جمعة أن كل ما يطلبه هو توفير بيئة مناسبة للتعليم في ديرزول تنقذ الأطفال من شبح الأمية وشبح الجهل الذي يستفحل في المنطقة قصة الحاج مع واحدة من قصص المعاناة في ديرزول قصص تؤكد أن الأهالي لا يطلبون مالا لترميم منزل أو غيره قصة مرتبطة بكرامة أهل فقدوا الكثير وما زالوا مصرين على الحياة ما استطاعوا لها سبيلا